السلام عليكم الوصفة اليوم مكينش اللي مكتعجبوش حريشات بالزيتون والزعتر يجي ورائعين لا في شكل ولا في المداق وغادي نقدرو نحتفظ بيوم حتي في نمو جميد هادشي غادي تشوفوا معي في الفيديو فتبعوا معي الفيديو حتى الاخير ونبدأ بسم الله اول حاجة غادي نحتاجوا 60 جرام ديال زبدة واحد معلقة كبيرة ديال الاسل نص كيلو ديال سميدة رقيقة الملحات قريبا معلقة صغيرة والزيت نص كيلو ديال الزيت اللي هو 80 جرام وخمارة ديال الحلوة من وزن 7 جرام وكان ديروش فيها الخمارة ديال الحلوة بساف كان اخدو سميدة رقيقة نغربلوها وهنا يا اطفتلي الكاميرا موين مرة درت تماكل الملحة الخمارة ديال الحلوة والعسل والزبدة وهنا زيت عليها الزيت بالنسبة لزيت كي مشتورة نستعمل الزيت بلدية درت نص كيلو ديال المهم كان بس بسو مزيان هذيك السميدة بالزيت والزبدة وبالنسبة للزبدة استعملت الزبدة من أصل حيواني يعني الزبدة ديال العبار من الأحسن تستعملوا الزبدة ديال العبار سوف نزيدوا لها الزعتر تقريبا ندرت واحدة معلقة كبيرة ديال الزعتر وعندي هذي الزيتون بلدي بالعظم دياله انا غدي نحاول نحيد له هذي العظم ونقطعه لطريفها ترقية وقين تقدروا تستعملوا هذا اللي كيكون واجد اللي كيكون كيتباع مقطع دوائر انا هذا عندي ديال البلاد وباقي عنده العظم يجي رائع بساف هذي الزيتون مهم إلا ما لقيتوش غير هذي كيتباع دوائر متوفر بساف ونزيدوا الماء بارد لدي هنا جوش كيسان ديال الماء هذي ندرهم دقة واحدة ولكستالت هنا ما غديش نديره هذي نشوف حتى نخلط ونشوفه لما كفانيش الماء غدي نزيد المهم بالنسبة للماء قادير مضبوطين را غدي نخليهم لكم في صندوق الوصف حتى الماء غدي نعبرو ليكم بالجرام باش هكا حتى اللي غدي تجرب الوصفة اول مرة غدي تصدق لها ان شاء الله كنصحكم بالميزان يكون عندكم في الدار رغم صراحة ما غالينش ستين درام سبعين درام يجب ليكم ميزان من الاحسن يكون عندكم الميزان في الدار باش هكا فاش تشربو الوصفات نجح ليكم ما يمكن مشتورة ما خلطش هذيك الحرشة بزاف غير واحد شوية كنغطيوها ونخليوها ترتاح غير تقريبا شي خمسة ديال دقايق ما كاملاش خديت هنا يسميدة اللي غادي نقرص فيها زيتليها تقريبا مع القاس غير ديالزيت كنخلطوها بزيان مع السميدة ما تكتروش نهائيا زيت في هذه السميدة اللي غادي تقريبا غير واحد شوية هذي نحتاجو لهذا لهذا الاطار اللي غادي ناخدو به القياس ديال الحرشات خديت بلاتو فرشتو بالبلاستيك شفتو هنا هيا الخالطة ديال الحرشة كيفاش كي يجي ما كي يجيش قاسح بزاف وما كي يجيش شجاري انا هنا هيا غادي نعبرهم بالميزان باش يجيوني كاملين بحال بحال قدرت فيهم سبعين جرام في كل واحدة غادي نعبرهم كاملين نحطهم على الجنب باش يجيوني ساهلين فاش نكون كنا لويهم في السميدة اذا كان عندكم الميزان فاعبروهم بالميزان حتى تكوروهم كاملين عاد بدو كتلويوهم لان فاش كتلويوهم بحال هكا كتلسق ليكم السميدة بزاف ليد وفاش كترجعت هزول عجينة مرة واحدة اخرى فاذاك فاذاك العجينة كتزيد دخول فيها السميدة وبحالي كتقصاه يعني خذكم كل ما تديروا تصاوبوا وحدة ان تصاوبوا حريشة بحالكة خذكم تغسلوا يديكم معا وتاني في كل مرة فام الأفضل تكوروهم كاملين تحطوهم كما غادي ندير انا هنا غادي نكوروهم كاملين ندير فيهم سبعين جرام في كل واحدة ومن بعد عاد كنا بدى ندودهم في السميدة لأن السميدة فيها الزيت فكتبقى كتلصق في اليد حاولوا تحيدوا منه ما ذاك الفائد السميدة حتى لما عندكم هذا الاطار هذا تاخدوا غير الغلاقة دي القرعة شوكولات وتديروا بها هالدوائر بحركة يعني تاخدوا بها القياس سوف نكملهم كاملين بنفس الطريقة كما جاءتوا هذو هما الحبات اللي حصلت عليهم كما جاءتوا هنا يعطوني 14 الحبات هذو اللي في هذا البلاتو غادي نحتفظ بيهم في المجميد والاخرين غادي نطيبهم غادي نطيب ستا واللي بقار غادي نحتفظ بيه في المجميد المهم هنا غادي نوري لكم الحبات اللي غادي نطيب كنسخنوا المقلاء وكندهنوها بوحد شوية دي الزبدة وصافي كنبدو كنهزو بهالطريقة هذي كتحطوا يدكم على الحبات دي للحرشة وكتقلبوها على يدكم بهالطريقة هذي بحل كنقلبو الخبز رسالين وكيتهرسو موالو والبلاستيك كيعون الصراحة وحتى هالطريقة عملية يعني تحضرون كاملين وعاد تبدو كتطيبو على خاطركم فهدو اللي غادي نطيب هوم اللي غادي يتكالو واللي بقالي غادي نحتفظ به في المجميد إذا لحتوا هنية فاش كنقلبوهم مرة كنضغط عليهم واحد شوية باش كيتقضليهم الوجه ديالهم كي يجونا بحل 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 من الجهتين كتضغطو عليهم شي شوية حتى كيتحمروا بعد ملت حتى ما تقلبوهم شو هما باقي ما طابوش حتى كيتحمروا وعاد كتقلبوهم على الجهة الاخرى هناخديت نفس الاطار وكنحاول نقدليهم شكل ديالهم مرة اخرى بهالطريقة هادي باش كي يجيونا كاملين بحل بحل صافيا غادي نستمر بنفس الطريقة كل مرة نقلبوهم على الجهة بالنسبة للعافية تكون متوسطة متكونش مجهدة بززاف ومتكونش عاوتاني قليلة صافيا بعد ما طيبتهم كاملين غادي نحيدهم غادي ندوز باش نطيب هادوك اللي غادي نحتفط بهم في المجمد غادي نوريلكم الطريقة صراحة عملية وجربتها وكتجي صراحة ساهلة فوقاش ما كتبغيوهم غاك تخرجوهم كتكملو لهم طيب هناخدي نحطوهم غير كي بيادو غير كي شدو فرصهم واحد شوية كنقلبوهم الجهة الاخرى متخليوهم شي طيبو ونهائي كما شتو هنا غير بيادو غير على ما يسهل علي اناني نهزهم من حيدهم المقلاء سوف نحيضهم نحطوهم في البلاستيك وغادي نغطيهم بوحد البلاستيك وندخلهم المجمد حتى يتجمدو انا هنرا غادي نخليهم لي لكاملة بالنسبة لهذا الحرشة هادو انا وجدتهم القوتي والحرشة اللي بقتلية را حطيتها في المجمد مهم غادي نوريلكم دابا الشكل ديالها وغادي نجرب معاكم بعد ما نخرجها من المجمد نوريلكم كيفاش كي يجيب مهم هادو اللي طايبين في النهارهم كيمشتو كتجير حرشة شيشة ورائعة بصف وبالنسبة لهادو انا هنا في الصباح سنحيضهم بالمجمد يكونوا قاس كيمشتو سنضعهم في واحد البواطة سنضعهم واحدة فوق واحدة ونرجعهم بالمجمد الوقت اللي بغيتوهم كتصخنوا المقلة يجب المقلة تكون سخونة بزيفة ونضع فيها الحرشة غير كنخرجوها كنضعها مباشرة سوف يكطيب وتحمر هذا هو الشكل ديالها كجيزوين بزيفة اتمنى تجربوها خليتكم على خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم